يوم الأيام شاهدت لقاء مع رجل كبير و حقيقة كان مهابا و رجل من جسية عربية و كان سياسي بارز قد يمكن عمره ثمانين سنة المحاور في منتصف الحديث قال سأخرج عن موضوع السياسة و سأسألك سؤالا قال أسأل قال سمعت أن علاقتك بزوجتك جيدة رغم أنكم ما شاء الله ستين سنة عشتم مع بعضها إيش السر؟ والله يا رد رد أنا بوجهة نظرين هذا الرد يجب أن يكون منهجا يدرس قال له كبر دماغك صحيح اختصار جزء من الضوطات لأنني لا أكبر دماغنا يا أخي أنا لست مضطر يا أخي أني أختلف مع كل إنسان لست مضطر أن يتعامل مع كل موقف على أنه معركة حياة أو موت ولا لست مضطرا في بعض الأمور الانتصار فيها بنكهة الخسارة يوم الأيام في قناة ناشنال جيوغرافيك وقف أسدان و كان أسد يزبد و يرعد و كان مستعد بمخالبه يريد أن يهجب و الآخر كان ينظر له من بعيد هكذا و كأنني رأىه يبتسم الأسد الثاني رأاه قليلا ثم لف و مشه و تركه هذا أسد و هذا الذي فاز و ها هو أسد و هذا الذي فاز دايل كرنيجي أيضا ذكر قصة مشابهة في كتاب دعي القلق و عبد الحياة يقول خيمت في إحدى الغابات كانت مشهورة بالدببة يقول استيقظت ذات صباح و الدب طبعا أقوى أقوى مخلب كائن حي هو الدب يقول و إذ به قد انقضى على فريسة و بدأ يأكل فيها أتى حيوان اسمه النمس صغير النمس ولا شيء ولا شيء النمس يقول بدأ يأكل معه يأكل الدب يناظره يقول حتى ما رفعه ما سوى شيء ولا حتى نفخ عليه لذلك لا تكبر دماغك في أشياء كثيرة في الحياة لا تأخذها كحياة أمود جزء من الضغوطات لتعامل مع اللحظات و مع المواقف و مع البشر كأنها معركة نهاية الحياة لا يا أخي لا بالأكس أحيانا في شيء يسمى نسحاب تكتيكي نسحاب تكتيكي يحفظ لك صحتك يحفظ لك وقتك يحفظ لك هيبتك يحفظ لك كرامتك يحفظ لك يومك يحفظ لك غدك لذلك دائما جزء من الحياة تكبر دماغك